السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله ستكونوا بخير و بصحة جيدة و ان شاء الله الفيديو هذا يلقيكم كامل في احسن الاحوال اليوم درت لكم تعجين الشاوير ماء في الكوشة و نقل لكم واحد البنة نخليكم تجربوها و دخلوا لي رأيكم في التعليقات اذا نبدأ على بركتي الله باسم الله المرحلة الأولى خبز التاكوس قطعت دوائر متوسطة الحجم كما رأيكم لما تعرفوا الخبز التاكوس سوف نقوم برابطة في صندوق الوصف و لا تقدروا حتى تشروه من سيبيرات قطعوه دوائر و ديروه في كيس بلاستيكي باهمين ينشف لكم هذا هو حجم الدوائر يعني كل خبزات قطعت ربعة خمسة دوائر متوسطة الحجم نحن لدي الحشوة و انا لدي البنات و انا لدي البنات يجب ان يكون شاوير ما بالصح تعرفوا باللي شاوير ما لازم لها شاوير ما بالصح معالي كل الشراء غالي و تعرفوا يعني الغلاء و مش كامل تقدروا على الجاج و شاوير ما و كامل يعني استعملوا اللي عندكم حتى استرطع جاج والا استغناء على اللحم كامل يعني ديروا فريت مع بصالة كامل كما قلت لكم باستغناء توابل يجب أن يقوم بعمل الهام باستخدام الخضراء أو بطاة مقلية نضيف التوابل ونضيف مليح ونضيف الماء ونضيف ملعقة صغيرة حريصة ونضيف ملعقة الخردل يوجد ملعقة الخردل، السمتون ملعقة الخردل ونضيف ملعقة الخردل حشوة طابط و شدر و فريت و زجاجة و زبدة و زبدة كما أحبت لكخان فخاش و علبة و 8000 بطوش لا تستغنى عليها نحكم الخبز نضيف كمية الحشوة و زج براش البطاطا مقلية نضيف كمية الفرماج و شدر و نستفهم في السنوة بل تحتمي في السنوة سيحن يتحلون و يتبقى أن تستف المدرس و يوقفون و يتبقى فرمج و كما تشربون بلدنا و كم التعبير يحبون كثيرا و يأتي الكثير من ابنان كما تستفى و نستفى ساير ضاير على المول كامل لا يوجد شرط المول يكون مربع أو مستعطيل بعد كامل ساير ضاير خبزات كامل نقوم بسوارة خبزات الموجودة نلقي خبزات الموجودة نضيف خبزات الموجودة و نضيف خبزات الموجودة 10 دقائق و 15 دقيقة يتحمر كما رأيكم الناحيه وبصحتكم و شاهدكم في الجنة ان شاء الله نقول لكم جربوا لا تندموا عليه لا يزالوا سخون يعني الصورة هي معبرة خرج بزا 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 بابنين اذا جربوا هذا الطاجين ان شاء الله يعجبكم وصلنا لنهاية الفيديو ونقول لكم اشتركوا في القناة وإن شاء الله شكرا لكم اشتركوا في القناة فضلا ودفع لنجب الجرس ونقوموا بكثيرا ونحن بشكل جديد اشتركوا في القناة ونشاء الله السلام شكرا لكم